أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى آخر الأخبار ومن البحرين حيث قال أسامة معين مستشار الاستثماري بالبحرين إن البنك المركزي البحريني ساعد عدة بنوك ومؤسسات على الخروج من السوق بشكل جيد دون التأثير على القطاع البنكي بالبلاد وأضاف معين أن البنك المركزي البحريني وضع قوانين لعمليات الاندماج والاستحواذ بالقطاع المصرفي البنك المركزي البحريني طبعا عنده الخبرة الكافية والتي نحن في هذا القطاع شفناها في السابق خلال سنوات عديدة وكان هناك العديد من الأمثلة لبنوك أو مؤسسات مالية في البحرين تعرضت لنكسات والبنك المركزي إما وقف بجانبها أو في آخر المطاف عندما وجد أن لا حل لهذه الانتكاسة فإنه ساعدها على الخروج من السوق بشكل جيد أنه ما تأثر على الوضع كقطاع مصرفي في البحرين وشفنا هذا الكثير من الأمثلة في البحرين أعتقد الآن في الوضع الذي نحن موجودين عليه العملية التقنين للاندماجات والاستحواذات موجودة في قوانين لهذا الموضوع موجودة في البحرين وضعها البنك المركزي من زمان لكن يجب أن يطبقها الآن يعني أي بنوك الآن تجد أنه من الأفضل أن تدخل في عملية اندماج أو تستحوذ على بنك آخر البنك المركزي عنده القاعدة لمساعدة هذه البنوك على بلوغ الهدف ولكن يجب أن يتتحلى هذه المؤسسات المالية بالجرأة الكافية أنها تبدأ هذه العمليات البنك المركزي على استعداد لمساعدتها ولمساندتها للوقوف أمام التحدي الموجودة ولكن يجب أن يكون ليس البنك المركزي الذي عنده الجرأة يجب أن يكون لهذه المؤسسات الجرأة أنها تعلن عن وجود مشاكل معينة وأنها في سبيلها إلى أن تدخل في اندماج أو استحواذ مع بنك آخر الحديث يأخذنا عن إحدى المؤسسات المالية البحرينية الكبرى التي كانت مركزا لأحداث ساخنة مؤخرا وهو بيت التمول الخليجي بيت التمول الخليجي الأخبار التي ترشح من الصوق حاليا أنه سيعاد التداول على أسهمه في برصات البحرين والكوايت ودبي بعد فترة انقطاع لمدة سبعة شهور تقريبا عاد فيها هيكلة رأس ماله كيف تقيم في البداية هذه العودة للتداول على أسهم بيت التمول الخليجي في هذه المرحلة؟ أنا مش في وضع أني بقدر أتكلم نيابة عن بيت التمول الخليجي ولكن متابعا للوضع في السوق ومتابعا للوضع العام بالنسبة للبنك لو بيت التمول الخليجي فأنا اللي شايفه أنه بيت التمول الخليجي عمره مش نفس عمر البنوك التجارية الكبيرة اللي موجودة في المحرين يعني ما زال بيت التمول الخليجي عمره بسيط جدا يعني ما زالتش عن العشر سنين أو أكتر طبعا البنك في وجوده كان دائما أخباره كويسة يعني أنه دخل في مشاريع كتير استحوذ على مشاريع بدأ مشاريع جديدة كل هذا ولكن النكسة التي تعرضت لهذا السوق والأزمة الاقتصادية أثرت تأثير مباشر وكبير على بيت التمول الخليجي ونحن نرى التأثير وباعتراف البنك نفسه طبعا تأثر بشكل مباشر البنك كان من الجرأة أنه يبدأ العمل على تطوير نفسه وإعادة تقييم الخسائر إعادة تهيكلة الأرباح والمدخيل والمصاريف وغيرها ووصل إلى استنتاج في الآخر أنه يجب أن يعمل هيكلة جديدة للأسهم وهيكلة جديدة للأسيتس أو تبعات البنك والخسائر وبالتالي يجب أن ينزل هذه الخسائر بالشكل المناسب لأنه أعتقد أن هذا واحد من أهم البنوك خاصة الإسلامية اللي موجودة في المنطقة كلها يعني إذا تتكلم أنت على الشكل العام للمؤسسات المالية وغيرها الخليجية فأعتقد أن بيت التمويل الخليجي واحد من هم هذه المؤسسات والذي يدعم الكلام اللي أقوله أنه قبل ما يوقف التداول على هذا الأسهم السهم كان البنك من أكثر المؤسسات المالية تداولا في برصة الكويت وفي برصة البحرين فمعناه أنه البنك يتمتع بوجود قوي في البرصتين الكويتية والبحرينية بالإضافة إلى برصة دبي طيب أستاذ أسامة وكمحلل ومتابع لماجر في السوق كيف تقيم التقدم الذي أحرزه بيت التمويل الخليجي مؤخرا في سبيل إعادة هيكلة رأس ماله جمع رأس مال إضافي عملية إعادة هيكلة تنشطة الاستثمارية كيف ترى النظر المستقبلية لبيت التمويل الخليجي في هذه المرحلة لما بتجمع رأس مال جديد وبتعطي سيولة جديدة للبنك وأعتقد أنه اللي شفناه إطفاء خسائر سابقة واللي رح نشوفه من نتائج الربع الأول لهذا العام رح يعطينا نظرة للوضع اللي رح نشوفه على بيت التمويل الخليجي في خلال الفترة القادمة ليجب أن يكون لأعتقد أنه الجمعية العمومية للبنك ستنعقد في خلال هاليومين والجمعية العمومية رح يكون قدامها خطة البنك من خلال خطة البنك ومن خلال موجوداته والسيولة اللي موجودة فيه رح نعطي تقييم جيد وجاد للوضع القادم للبنك البنك لن يسمح لنفسه أو لن يسمح له أحد أنه يدخل فيه مشاكل جديدة في الفترة القادمة هذا الشيء واضح مية في المية البنك هو واحد من ركائز البنوك الإسلامية اللي موجودة في المنطقة وأخيرا والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تتوقع ردة فعل السوق بعد إدراج أو إعادة تداول أسهم بيت التمويل الخليجي ببرصات المنطقة بعد فترة القطاع الطويلة هذه كيف تتوقع سلوك المستثمرين؟ المساهم المستثمر دائما بخاف بينظر إلى السابق ما بينظرش إلى الأمام يعني بشوف الوضع اللي كان موجود عليه هذه المؤسسة وبيطلع عليها بيقولك هذا البنك أتعرض لنكسة ولا نكبة وكذا كذا فرح يكون طبعا في البداية خايف من وضع المؤسسة هذه لكن مع مرور الوقت ستجد أنه البنك مع السوق يجب أن يتحدى معا لإعادة الثقة في هذه المؤسسة وإعادة الثقة في هذه المؤسسة ستجعل من السهم المتداول في السوق واحد من أهم الأسهم اللي يبدأ العمل على طبعا إعادة الأرباح وغيرها إلى المساهمين ما أعتقد أنه لما المساهمين الكبار يعيدوا جدولة الديون ويدخلوا في السوق مرة تانية ويبدأوا طبعا العمل على إعادة البنك إلى ما كان عليه أو أفضل من السابق أنه هم ما عندهم هذه الثقة فإحنا منشوف الثقة اللي موجودة عند المساهمين وبالتالي السوق سيدعم هذه الثقة بغض النظر عن الوضع السابق اللي كان عليه لكن مع الأيام رح تشوف أنه البنك طبعا ما رح يكون له نفس الوجود اللي كان عليه من زمان لأنه الأسهم طبعا انخفضت عددها انخفض في السوق الكميات المتداولة رح تكون أقل طبعا ولكن من ناحية تانية الثقة اللي رح يثبتها البنك للمساهم رح تكون هي العامل الأكبر اللي رح يطبعا يخلي السعر وقيمة السوق القيمة السوقية للساهم في السوق ترتفع أو تعطي مردود جيد ترجمة نانسي قنقر